تدخل ثورة تشرين شهرها التاسع على التوالي مع بقاء ساحات الاعتصام مفتوحة رغم تراجع الاعداد التي فرضها تفشي فيروس كورونا في البلاد ويعمل النشطاء الثورة بنظام المناوبة بابقاء سيطرتهم على مناطق تجمعاتهم ومنع القوات الحكومية والميليشيات من السيطرة عليها مع عقد لقاءات دورية بهدف الاتفاق على استمرار سير الحراك والاعداد لموجة جديدة من التظاهرات الحاشدة في ظل غياب بوادر امل باصلاح حقيقي تقوم به منظومة الاحزاب التي تغير الوجوه دون تغيير السلوك الفاسد والاداء الفاشل واكد ناشطون مواصلة التظاهرات باقل اعداد ممكن لحين انتهاء الوباء وعودة التظاهرات الى ذروتها وفق ما اتفقت عليه ساحات الحراك في بغداد والمحافظات الاخرى مشيرين الى ان مطالب الثورة لم تتحقق واي توقف سيكون خذلانا كبيرا لحركة الاصلاح ورسالة ايجابية للاحزاب الفاسدة وقد تكون فرصة لتصفية الناشطين في منازلهم لمنع اخراج اصواتهم مستقبلا وعلى الرغم من اجبار ثورة التشرين حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة والتصويت على قانون جديد للانتخابات وتغيير مفوضيتها والغاء مجالس المحافظات الا ان اهم مطالب الثورة ما زالت توضع بين خانتي لعود او التجاهل بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها حيث سقط فيها اكثر من سبعمائة شهيد وسبعة وعشرين الف جريح فضلا عن اعداد اخرى من المعتقلين والمغيبين والمطاردين ولا تزاد المطالب الاساسية التي خرج من اجلها المتظاهرون لم تتحقق واولها انهاء نظام المحاصصة الطائفية ورحيل الاحزاب الفاسدة ومحاسبتها على ما نهبته من ثروات البلد وحصر السلاح بيد الدولة والقصاص من الميليشيات التي استباحت الدم العراقي ويرى مراقبون ان الطبقة السياسية لم تعد تحظى باي شرعية ولو بالحد الادنى وهي الان ضمن الدائرة الصفرية للتأييد الشعبي ما يعطي زخما اضافيا للثورة التي مثلت بارقة امل للعراقيين للتخلص من النظام الفاسد الذي تزداد اثاره المدمر على العراق ويصبح مطلب التخلص منه اكثر الحاحا يوما بعد يوم